اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستغلال ما سمته غياب الجديات الدولية فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين لضمية ضفة الغربية ما يحرم الفلسطينيين من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية كما أشرت الوزارة إلى أن هناك سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية تهدف إلى ضم تدريجي لأجزاء واسعة من مناطق الضفة الغربية ولتطبيق القانون الإسرائيلي فيها كما أضافتنا ذلك سوف يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية يأتي ذلك التصريح بعد أن دعا وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاء إلياهو إلى ضم الضفة الغربية في أقرب وقت ممكن واعتبر أنه لا وجود للخط الأخضر الذي يحدث الأراضي التي احتلت إسرائيل عام 1967 بأنه ينبغي تطبيق السيادة على مناطق الضفة بأسرع وقت ممكن وفي الموازات طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمع بن كفير بتطبيق أو تذييق الخناق على الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر ومن راما لا ينضم إلينا السياسي الفلسطيني نبيل عمرو سيد نبيل أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة إذن الخارجية الفلسطينية تقول اليوم إن إسرائيل تريد ضم الضفة الغربية وتستغل غياب الجدية الدولية حيال حالة دولتين لنبدأ من الوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلى أي حد أشارت تعديلات نتنياهو القضائية الأخيرة بأنه ثمت الرغبة إسرائيلية اليوم ملحة بتطبيق توسيع الاستيطان ما يعني سريعا ضم الضفة هذا صحيح ليس بالتحليل وإنما بالمعلومات وبالواقع مدام الاحتلال قائم والاستيطان يتوسع ولا يوجد قوة رادعة للإثنين معا فالضم كما لو أنه واقع على الأرض ولكن الاختلاف في إسرائيل على شكل الضم على كيفية إخراج الضم هل يكون ذلك بقرار سياسي صادر عن الحكومة وعن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية أم يكون ضم تدريج بطيء خشة ردود الفعل الفلسطينية والإقليمية والدولية الاختلاف على هذه النقطة إنما هناك خوف جدي لدى الفلسطينيين من موضوع الضم وكما قلت لك مدام الاستيطان قائم والنفوذ الإسرائيلي قائم في المستوطنات الموزع على جميع جغرافية الضفة الغربية فكلمة الضم أصبحتها هي مصطلح قانوني سياسي أما في الواقع على الضم قائم نعم وربما هذا ما يؤكد أكثر تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين إطمع بن كفير من جهة مسؤول الأمن ومن جهة أخرى وزير شؤون التراث الذي استخدم حتى تسميات دينية في الحديث عن الضفة الغربية حينما قال ينباقي تطبيق السيادة على الضفة ولكنه لم يستخدم مصطلح الضفة تحديدا وإنما توصيف أو مسمى ديني في هذه الحالة ما المخطط الإسرائيلي بحسب اعتقادك لا هو الضم الزاحف على الأرض أو الضم الموضوعي الذي لم يعلن بقرار سياسي دراماتيكي من قبل المؤسسات الإسرائيلية يجري بطرق متعددة مثلا توسيع صلاحيات الحكام العسكريين في المناطق هذا شكل من أشكال فرض القانون الإسرائيلي على هذه المضادة دون إعلان دون أن يكون هناك توصيف للقانون الإسرائيلي كيف يطبق في الضفة لكن توسيع صلاحيات الحكام العسكريين توسيع المستوطنات توسيع الهجوم الإسرائيلي بين وقت وآخر على المرافق الفلسطينية إلى الحد الذي أحيانا يداهمون مقار حكومية فلسطينية وأحيانا يغلقونها بالشمع الأحمر ما الذي يسمى هذا حقيقة نحن نلاحظ أن الضم الإسرائيلي الزاحف والتدريجي غير المعلن يمارس بسرعة تكاد تكون جنونية على الأرض مستفيدين من أن الحكومة الحالية وأغلبية الكنيسة مهيئة تماما لدعم عمليات الضم سواء كان مباشرا أو غير مباشرا تظهر أصوات تطالب بضم رسمي وعلني ولا يستخدمون الضفة لأنهم يعتبرونها أرض إسرائيل لذلك أعتقد أننا الآن نواجه خطر حقيقي خطر مستمر باستمرار الاحتلال والإستطان والإثنين معا يعني الضم والذي ربما ينتظر فرصة مواتلة لكي يعلن بصورة رسمية هذا إذا ما تطور اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية وأصبح بمقدوره أن يفعل ذلك ولكن هناك سبب آخر سيد نبيل الأعلم إلى درجة التفق هناك الانقسام الفلسطيني رغم كل المحاولات رغم كل الجهود والمباحثات في الكثير من العواصم العربية أخرها كان القاهرة ومع هذا لم يتم الاتفاق لا على تنسيق الجهود لمواجهة الاحتلال ولا على إنهاء حالة الانقسام الحالية أليس سببا إضافيا يعقد الاتفاق حول الضفة الغربية؟ يعني هذه تسمى في الرأي العام الفلسطيني النكبة الثانية الانقسام هو النكبة الثانية التي ألمت بالشعب الفلسطيني بالقضية الفلسطينية بالوطنية الفلسطينية بالمقاومة الفلسطينية للاحتلال الكارثة أيضا أن جميع المحاولات التي جرت على الأقل لمنع تحول الانقسام إلى انفصال فشلت من لقاءات القاهرة الكثيرة إلى لقاء مكة إلى لقاءات الجزائر وهذا يحمل الطبقة السياسية الفلسطينية بكافة مكوناتها دون استثناء المسئولية عن الاستغلال الإسرائيلي لهذا الانقسام إسرائيل تستغل كل شيء يجري على الأرض الفلسطينية للنفاذ منه إلى تحقيق مخططاتها فما بالك والمطروح الآن هو انقسام وطن بكامله انقسام برنامج سياسي انقسام سلطة انقسام شرعية انقسام جغرافيا هذا كله إسرائيل لن تتركه يجري بشكل طبيعي ستستفيد منه وستتخذ مدخل لأن تقوم بإجراءات أوسع مما تقوم به الآن لذلك لا أستطيع أن أبرع الطبقة السياسية الفلسطينية من التقصير الفادح في هذا المجال ومن أن الفرص التي توفر لإسرائيل كي تمارس الضم والإلحاق وكل ما تريد تهيأ من خلال استمرار الانقسام والابتعاد كليا عن إمكانيات إنهاءه شكرا جزيلا لك كنت معنا من رمالة السياسية الفلسطيني نبيل عمر شكرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة